اهلا بكم اعزائي المشاهدين معكم اميرة يحيى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صالون الاميرة اسمحوا لي في بداية الحلقة ان انا قدمت عايزي لأسرة الشهيدة مريم عروسة الجنة بنت جميلة متعلمة محترمة بتشتغل في بنك نصبها وقدرها عمرها صحيح ان العمر هو واحد والرب واحد سبحانه وتعالى امنت ربنا واسترده ربنا يرحمها ويصبر اهلها بس السؤال هنا باي زنب قتلت باي زنب ماتت وتسحلت موتة من ابشع ما يكون طب حصت بايه حصت بايه وهي بتتجر لمسافة امطار وراسها بترتتم في حاجات كتير قوي بسبب ايه؟ سرقة شنطة؟ يوميا كل يوم بنشوف حوادث سحل الامهات كم ست وكم ام وكم بنت تعرضت ان يتخطف منها موبايلها ولا يتخطف منها الشنطة بتاعتها وتتجرب نفس الطريقة كان لازم مريم تموت؟ كان لازم عروصة زي الامر تموت؟ ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلبها ويصبر قلب اهلها يا رب واجعت قلوبنا كلنا حسناها اختنا حسناها احنا بس لازم تحصل مأساة زي دي علشان ناخد بالنا من حوادث الخطف او حوادث التحرش او حوادث السرقة زي ما قلتلكم كان مرة تعرض يعني حاجات كتير حصلت وبنشوف فيديوهات كتير وكاميرات كتير موجودة بتجيب شدت موبايل شدت شنطة وبنقول الحمد لله قدر الله وماشى افعل فدك الدنيا المهم ان انت كويس طب مريم ماتت انا بطالب من منبر سلون الاميرة بمصادرة كل انواع المركبات اللي بدون لوحات معدنية العربية المكروباز اللي خبطت مريم الله يرحمها كانت بدون نمر طب هل ما عدتش على اي كاميرا؟ ما عدتش على اي كاميرا من الكاميرات اللي تبع المرور اللي موجودة افة من افات المجتمع هي الموتسيكلات الصيني اللي بدون نمر عدى اري خطف موبايلات سرقة شنط بطالب وزارة الداخلية وقبل ما طالب وزارة الداخلية بحي المجهود الرائع وبقدم التحية لسرعة ضبط الجناه بس اهم من انا امسك الجاني او احل القضية الاهم كمان ان انا اضبط الجريمة المهم ان انا اقوم السلوك ألم يحن الاوان ألم يحن الاوان ان احنا نبص لمشاكل المجتمع الحديثة علينا اخلاقيات المجتمع محتاجين توعية محتاجين محاربة ومكافحة للجريمة محتاجين ان كل المسجلين الخطر ايا كان او البلطاجية اللي معروفين احنا بنتكلم بمسجلين خطر يعني ناس هدفهم ما بيعملوش اي حاجة غير انهم ما نازلين بيئزوا البني قدمين ده مش ازيه وبس توصلت للموت كمان تاني بكرر بطالب بمصادرة اي مركبة ايا كانت متسك العربية مكروباز بدون لوحات معدنية على الاقل على الاقل هنبقى بنحارب ولو يكن بخمسين في المية بنحارب الجريمة على الاقل اننا الوسيلة اللي بيستخدموها في الجري بعد ما بيسرقوا او بعد ما بيتحرشوا او بعد ما بيعملوا اي شيء ضد اخلاقيات وضد قوانين الدولة على الاقل الوسيلة دي اننا اصدرها ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر يا رب اهلها خالص التعايزي حلقتي النهاردة حلقة دسمة جدا في فقرتين معنا اول فقرة موجودة معايا هتكلم فيها عن مشاكل مدرسين ومشاكل معلمين المدرس الخاصة بس النهاردة مش هتكلم على السناتر ولا هتكلم على جشع بعض المعلمين انا هتكلم على حق هتكلم على سنين ممكن تضيع وحق ممكن يضيع ايا كان بقى بسبب تعند بسبب تعصف بسبب اننا عايزة اقلل من العمالة والعملين اللي عندي هيكون ويشرفنا ويسعدنا ان احنا يكون معانا النهاردة استاذة امل استاذة امال عطية مدرسة معلمة اجيال على مدى اكتر من 35 سنة معلمة اجيال معلمة ابتدائي يعني تأسيس هنعرف النهاردة منها ايه هي مشكلتها ونحاول نوصل صوتها للمسؤولين وتساعدونا ان هي تعرف تاخد حقها فقرتنا التانية والمهمة والاساسية ببرنامج صالون الاميرة وهو صالوننا السياسي وفن الممكن السياسة هي فن الممكن ومين قادر يكون نائب المستقبل فقرتنا السياسية النهاردة هتكون مع مرشح عن دائرة استاذ هشام الهمامي عن دائرة الدائرة التسعة الهرم وزايد وكتوبر والوحات هنتعرف منه على برنامجه الانتخابي وهنعرف منه ايه اللي عنده علشان الناخبين تقدر تصوت له فصل صغير ونرجع لكم نستكمل فقرات حلقتنا موسيقى